ولكن ينضب معي اللواء سيف مهير المزروعي مدير إدارة المرور ساعتك يعني لو نتحدث عن الجاهزية خلال المرحلة أو الساعات القادمة المتوقع من خلال الطقس الغير اعتيادي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أشكلكم مع تواجدتكم الآن في غرفة العمليات في الغيادة العامة الشرطة الدبي مثلما تعرف الغيادة العامة الشرطة الدبي والله الحمد أنهد استعداداتها لتعامل مع المخفض الغدير اللي هو إن شاء الله بيوصل لنا على حسب الرصات الجوية مثلما تشوفون في شاشة أمامكم بحلول الغد إن شاء الله فالشرطة الدبي والله الحمد بالتعاون مع جميع الشركاء في الغطاء الحكومي وغطاء الخاص عندها غوة جاهزة للتعاون مع هذا المخفض الجوي بغوة ما يزيد عن 10,500 عنصر بشري من الشرطة الدبي بآليات أو مركبات شرطة تزيد عن 650 مركبة عن آليات إنغاذ أكثر عن 47 مركبة إنغاذ متواجدة أكثر عن 20 قارب بحري متواجدة يغطي كل سواحل إمارة الدبي طبعا لا ننسى أنه ما يغارب أكثر عن 13 مركبة شرطة متواجدة منتشر في إمارة الدبي يغطي كل الأحداث وكل المواقع في إمارة الدبي على أساسا نضمن السيابية وسلامة المقيمين على أرض الدولة لكن المجتمع والأفراد لهم دور أيضا ربما هناك رأينا بعض التوجيهات والنصائح التي تقدموا الجاة المعنية من وزارة الداخلية بعدم التوجه إلى الوديان والمناطق الخطرة رسالتكم صحيح مثل ما تم الإعلام مسبقا نحن دائما نهيب الجمهور ومستخدم الطريق أن يتجنبوا الوديان واماكة تجمعات المياه ودائما ترك مسافة كافية ولا الدخول في المياه في حالة ذكاة المياه من جمعة طبعا القيادة الرشيدة والله الحمد متعاونة جدا وستمحت الدواء الحكومية الدوام عن بعد والمدارس حفاظها على سلامتهم فهذا سبب رئيسي أنك تلتزم في المنزل إذا ما كانت عندك حالة طارة تلتزم الخروج فنهيب الجمهور والتلتزم في منازلهم لا ننسى نحن نتعاملنا في الجائحة السابقة وهو من خفض الهدير بغوة بشري كذلك في شرطة دبي ولله الحمد كانت لها بالغ الأثر يعني عودة الحياة بشكل سريع في حكومة دبي في الغيادة عام شرطة دبي في غرفة العمليات تلقينا أكثر من 150 تصال هاتفي منها 120 على النجدة 999 وأكثر من 35 ألف مكانمة هاتفية على 901 نحن نتعاملنا مع أكثر من 5000 مركبة تم سحبة من المياه تم تعامل ونقاذ أكثر عن 9800 شخص طبعا علقوا في المياه وزعنا أكثر من 6000 وجبة قذائية للمضررين في المنازلهم أو أكثر عن عشر أسر لكن هناك سؤال مهم ونني به هذه المقابلة المطار دبي الدولي مطار دبي الدولي كيف هي الخطة الاستراتيجية أو التعامل مع وصول المسافرين إلى مطار دبي أو القادمين إلى مطار دبي صحيح نحن لدينا خطة استباقية مع الشركاء الخوان في هذه المواصلات البلدية تم عداد خطة متكاملة لضمان وصول المسافرين إلى مطار دبي الدولي أو تم وضع سواتر مائية وتم وضع شفطات مياه وتنكر مياه لتجنب تجمعات المياه على المطار دائما هناك تحذيرات من المطارات عن وصول المطار أو الخروج بوقت كافي لضمان وصولك إلى المطار الريحية شكرا لكن ننوه أيضا أن كان لنا لقاء مع أحد المسؤولين في هذه الطرق المواصلات أشار إلى أن قطار أو متر دبي عفواً سيعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل حركة أيضا النقل الجماعي وخروج ودخول الركاب إلى مطار دبي وكانت هناك توجيهات من مطارات دبي بأن يكون الوصول قبل ثلاث ساعات من الإقلاع